لما عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة بيزا بست وان التعليمي كل عام وانتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك بمناسبة الشهر الكريم ده قررنا ان احنا نعمل لكم سلسلة حلقات بعنوان فوزير رمضان لكن باللغة الانجليزية كل يوم طوال شهر رمضان المبارك هنعرض لكم تلات ألغاز التلات ألغاز باللغة الانجليزية لكن مش هنترجم الألغاز دي هنسيبكنت اللي ترجموها وتحلوها وتبعتولنا في التعليقات كل واحد ما سموح له تعليق واحد فقط اللي حيعلق التعليقين ملهوش إجابة إجابته ملغية التعليق ده هتكتب في بدايته اسمك وبعد كده هتبدأ اتجاوب على التلات ألغاز بعد تاني يوم في الحلقة الجديدة هنعرض الإجابات وهنعرض أسماء الناس اللي جاوبت أو أسماء الطلاب اللي جاوبوا الأسئلة بطريقة صحيح ويلا نبدأ باللغز الأول riddle one riddle يعني لغز riddle one what belongs to you but other people use it more than you تاني what belongs to you but other people use it more than you اللغز التاني riddle two what's the end of a rainbow what's the end of a rainbow تاني what is the end of a rainbow وقبل ما أكمل اللغز التالت عايزة بس أوضح حاجة إن الألغاز دي بتكون إجابتها غير متوقعة يعني بالضبط زي الألغاز اللي بنبقى نقولها البعض باللغة العربية وبنبقى مش متوقعين النتيجة يعني ممكن تكون عكس الحاجة اللي في دماغنا لقنا دي طبيعتها هي طبيعة الألغاز كده نشوف اللغز التالت ردل what comes once in a minute twice in a moment but never in a thousand years تاني what comes once in a minute twice in a moment but never in a thousand years هتبعت لنا إجابة الثلاثة ألغاز في كومنت واحد فقط وزي ما قلنا ممنوع حد يعلق أكتر من تعليق وفي نهاية شهر رمضان هنشوف مين أكتر واحد جاوب أسئلة صح وحناخد أول تلاتة هنعمل مركز الأول والتاني والتالت هنطلب منهم صورة شخصية وإسمه علشان نعمله شاهد التأدير وتكريم هنا على قناة بيزا بيست وان التعليمية كنوع من أنواع التشجيع وطبعا المسابقة دي فايدتها إن هي بتنمي مهارة التفكير باللغة الإنجليزية انتظرونا بكرا إن شاء الله في الحلقة الجديدة وكل سنة وإنتوا طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا